بجدد ترحب من جديد على كل المتابعين والمشاهدين الفقرة الأولى مع الشركة التكافلية منتجات التأمين الطبي والتكافل سعيدين جداً أن يكون معنا ضيوف كرام عزيزين علينا دكتورة هالة زين العابدين محمد مدير الخدمات الطبية بالشركة التكافلية أهلا ومرحباك أهلا بك أهلا بك أستاذ عبد الرؤوف أحمد عبد الرؤوف مدير خدمات المشتركين بالشركة التكافلية أهلا بك قبل ما نبتدي حوارنا مع ضيوفنا الكرام نؤكد معلومة معينة أنه الضيوف الكرام الموجودين معنا في الأستوديو وجوها تهتم بالمسؤولية المجتمعية هما الأول والأخير تقديم كل ما يفيد ويجعل المواطن في قمة الراحة والسعادة فيما يتعلق بكل الخدمات الموجودة أهلا وسهلا بك دكتور هالة وده ما تخص طبعا لنعرف أنواع الخدمات الموجودة في شركتكم الكريمة شكرا جزيلا في البدء أنا بشكر قناة نيل الأزرق على الاستضافة الكريمة وبحيي شعب السوداني بالأخص مشتركين أنا في الشركة التكافلية الشركة التكافلية هي عندها قسمين اللي هو التأمين الطبي والتكافل الطبي التأمين الطبي هو صندوق بمبنى على البر وجبر الضرر وإزالة الضرر الناتج من الأمراض أو الإصابات اللي هي بكون منصوص عليها في الوسائق فيه أنواع فيه تأمين طبي جماعي وعائلي وفيه وسيغة أمان المقترب فيه بيتم تقديم الخدمة الطبية من بداية من التشخيص لغاية ما نصل يعني مقابلة الطبيب اللي هو التشخيص والفحص الطبي والعمليات والقسطرة الطبية يعني كل أنواع الخدمات الطبية تقدم عبر الوسائق الثلاثة دي الجماعي فرقوا من العائلة أنه الجماعي بمعني بالمؤسسات اللي هي تكون شركات بنوك أما العائلة دي بيكون الزوج والزوجة والأبناء والوالدين أمان المقترب هي وسيغة معنية بالمقتربين اللي هو قد يكون المقترب نفسه قد يؤمن نفسه ولا ممكن بدون ما يؤمن نفسه يكون بس لأسرته موجودة في السودان أما القسم الثاني اللي هو التكافل فهو ده برضو عنده عدة أنواع من فيه تكافل جماعي فيه حماية الرهن فيه تكافل معاشي وفيه مضاربات الاستثمار والإدخار كل هذه يعني بتقدم خدمات ممتازة جدا جدا للمشتركين طيب أستاذ عبدالعوف يعني أهم المميزات التنافسية اللي بتمتلك الشركة في وجود عدة شركات عندها الكثير جدا من المميزات أكيد في الشركة التكافلية فيه حاجة مميزة جدا أعز بالله مشيطار رجيم بسم الله الرحمن الرحيم سعيدين أن نطل على الشعب السوداني عبر قناة النيل اللازرق ويمكن هي القناة الصديقة يمكن أستاذ نيود ما أول مرة نعمل من خلال تنوره دائما نعم احتمال الحاجة الأساسية اللي بتميز الشركة التكافلية إن شركة ولدت بها نهابة بمعنى إنه نحن لما بدأنا التأمين الطبي كان في العام 2002 كأول شركة رائدة في عمل التأمين الطبي طول المسافة دي خلق خبرة تراكمية لكل المنتزبي للتكافلية كيف يتعاملوا في الجوانب بتاعت الطبي والتكافل فدي خلقت موظف ماهر إداري ناجح قيادة متفهمة لكل الأوضاع بتلقي إنه المسالة لذلك تخلت إنك انتي ميزة تانية إنك كون عندك علاقات محترمة مع المعيدين برا الوسائق الكبيرة عادة بيحصل لها إعادة تأمين في الخارج معظم الشركات الكبيرة نحن تعاملنا معا بتلقي إنه الحتة بتاعت التكافلية برضو تتميز بإنه قادرة تخلق التواصل حقيقي ما بينه وما بين العميل صراحة الفترة الفاتحة أكسبتنا إنه نحن لازم نعرف وين اللخطاء عشان نقدر نعليج بصورة فعالة صورة قوية ومن من اللخطاء دي صراحة نحن كيف نتواصل مع العميل كيف تعملكم لأنه نحن بندير في حاجات بتتميز حياة الإنسان صحيح الجانب الإنساني لازم يكون متعمق فيها جدا وكيف تتحس بي وجعته الحمد لله قدرنا نشتغل في الحتة دي مستوى محترم جدا جدا غير العلاقات طبعا بتاعت التكافلية العذاب الكبيرة غير إنه أنا زي ما قلت ولدت بأسنانة بمعنى إنها جزورة متأصلة حقيقي يعني تحديات الاقتصادية لشركات ما قوية ممكن تهزها وأخطر أنوعة التأمين هو التأمين الطبي بصورة كبيرة صراحة يعني أخطر أنوعة التأمين فلو ما كانت الشركة أساسة قوي ما كان بتصمت تغريبا سبعتاشر سنة تمنتاشر سنة بتمارس بمهنية عالية صحيح كلام سواء كان في التأمين الطبي أو التكافل من كلام أستاذ عبد الرؤوف يعني بما إنه في تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتأمين الطبي معنا فيه برضو توفر أشكال الخدمات أو أهم ملامح الخدمات التي تقدمها فيما يتعلق في هذا الجانب الطبي دكتور هالا تمام إحنا طبعا بنقدم خدمات طبية وبرضو في خدمات تعويضية خدمات الطبية ده في مجال التأمين الطبي اللي هو إحنا مدعاقدين عندنا شبكة طبية مترامية عندنا في العاصمة كل يعني أميز المؤسسات الطبية إحنا بنتعاقد معها بتقدم الخدمة الطبية اللي هو الكشف والمعامل كل الحاجات دي لغاية العمليات زي ما قلت برضو عندي شبكة موجودة في الولايات يعني في كل المدن يعني يمسك من برسودان حلف و ضنجولة وانتي ماشا دي كل المؤسسات الطبية بتقدم الخدمة الطبية إحنا متعاقدين معها دي ممكن برضو من المميزات اللي بتميز الشركة إنها هي بتوفر لك الخدمة في كل أنحاء السودان يعني بتنمشي الغرب هناك في الجنينة نيالة الفاشر الأبيض تمشي النمازين الدبة بجاي القضاء في كل يعني كل مدن للسودان إحنا عندنا فيها مقدم خدمة طبية بيستقبلك وبيقدم لك الخدمة الطبية بيبطاغتنا في تاني برضو جانب الناس يمكن ما عرفاه كويس اللي هو التكافل التكافل ده اللي هو منه التكافل الجماعي اللي كنت ذكرته بيغطي الوفا حالة الوفا حالة العجزة الجزئية أو العجزة الكلي الدائمة وفي الأمراض الخطرة دي فيها تعويض بيتم يعني بيكون التأمين للمؤسسات زي ما قلت الجماعي دائما مؤسسات بنوك نقابات اتحادات فلما تحصل حالة من دير يعني تحصل حالة وفاة وكده بيكون فيه تعويض بقيمة مالية أحيانا بتكون كبيرة جدا جدا يعني احنا عندنا بعض الجهات واتصل إلى خمسة مليار بالفرد كل الحاجات دي طبعا بتكون بالاتفاق وحسب فإحنا عندنا خدمة طبية يعني بميز كتيرة متوفرة يعني نعم طيب ماذا فعالية رقم خدمات المشتركين يا أستاذ عبدالعوف في تقديم الخدمة يعني للعملاء هو عندك اتصال بيجيك أنا صراحة ذلك رقم خدمة فوق للسوالد شبيك زي ما قلت استشعارك بانه دمع مزول مريض بيتعامل معنا ربنا سبحانه وتعالى اقتصانا زي بانه نخدم الناس قضاء حوائج الناس فهو زلد ربليك بيكون صاحب حوجة حقيقية واكتر من المرض ما في حوجة المرض دليل الوالد للوالدة للإبن كلهم أعزاء على قلبهم نحن بشكل عام عندنا مشاكل في المنظومة الطبية صراحة يمكن معظم الناس تعي ذلك سواء كان في الخدمة أو تلقيها في الأساس فأنا منوضي أني أنا أكسر العراق للي أقدم خدمة في أسرع وكيف في فترة مناسبة بالجودة المحترمة سعيد لأن المستخدم يكون مستخدم صراحة تتواصل معه وذلك عندنا مردود قيامنا السودانية الطيبة السمحة تتخلص بحزب التوادد معك فلما تتواصل معه تخلق شراكة أو خوة أو صداقة سعيدين بالناس كل عملاء نحن نقول لهم يا أخوان لا تتصلوا على ذلك لأننا نتحمل المسؤولية ونحن سعيدين نخدمكم نتمنى أنه لا يوجد يضرب لأزول الثاني برى منظومتنا أي تلفون غير خدمات العمل الثلاث اثنين سبعة نتمنى أي اتصال يكون عبره أو عن طريق تلفوناتنا المباشرة سعيدين نقدم الخدمة الفعالية في أن أنا أرصد صراحة من خلال السيستيم السيرين الموجود في الشركة التكافلية أرصد الحالات وستطيع صنفها والحرج فيها وين والماء حرج فيها وين باستفيد منا مستقبلا في وضع الخطب وما عندنا مشكلة في أن نستقبل أي مكالمات في أي وقت أي وقت تحيط زي 16 خط حتى لو كانت أربعة صباحة اثنين صباحة اثنين صباحة راح يتعاملنا هي تهمنا في المقام الأول وصراحة سابقين فيها جدا الحاجة دي دكتور رهالة يعني التعامل اللطيف وأنه يشعر الزول الموجود معكم تحت منظومتكم أنه جزء لا يتجزأ من الشركة الكبيرة التكافلية دي معنا فيه استثناءات فيه ثقوفات في الخدمات الطبية نعم طبعا دي حاجة مهمة جدا في كل الوسائق الطبية وعالميا يعني فيه استثناءات من التعمين الطبي وفيه ثقوفات للأمراض يعني مثلا إحنا عندنا الاستثناءات المعروفة عالميا ومطببة في أغلب الشركات اللي هو الاستثناءات اللي هي العقم التجميل يعني اللي هي دي الحاجات اللي ما بيغطيها التأمين دي أمثلة لها أما مساءة السقوفات دي ممكن الناس ما بتستوعبها يعني ما مستوعبها الشركة بتغطي المؤمن في حدود سقوف معينة فيه السقف اسمه السقف العام السقف العام دي للأمراض اللي بتكون حادة أو يعني الأمراض اللي بتجي فجأة ما هي شيء تراكمي يعني مثلا زايدة زول عنده جاته ملاريا دي كلها حاجات يعني بتغطى كاملة يعني ما فيها أي استثناء فيه سقف اسمه سقف الأمراض المزمنة اللي هو ده بيغطي لك الأمراض اللي بتكون قبل التأمين يعني بني آدم بني آدم بني آدم فبيدخلها بس بيدخلها بس بيدخلها بسقف لأنه هي أصلا مستثناء لكن احنا بندخلها بسقف اللي هو جزء من العام في تاني سقوف زي سقف الأسنان عندنا سقف البصريات اللي هو ده للنظارات والثريمات وكذا في تاني السقف بتاع الحمل والولادة بقدام للا سقف براو لأنه طبعا لو دخل يعني سقوف اختيارية يعني ممكن تستعر الأسنان أو ما دايرة الأسنان دايرة لنظارات ما دايرة طيب كيف ممكن يستفيد المشترك بصورة مسلحة من التأمين الطبي يحافظ عليه يحافظ عليه بمعنى أنه البطاقة دي زي ما تفضل الدكتور هالا هي جواها في أصقف الأصقف دي قدر ما يحافظ عليه بالحوج الحقيقية بيكون كويس نحن بقى ندير في معون كبير تأمين أساسا المبني على نظام الكميات الأسقف تتآكل يعني عندما تشير البطاقة تتقابل الخصائب باطنية لا لديك حوجة لأخصائي ثانية لكن مرات الواحد يتقابل لأخصائي ثانية وخصائية ثالث وتتآكل من جو السوقفال فبنقع في حراج سقف حتى تتمتع بالمزايا البطاقة حافظ عليها في المقام الأول عندنا ثانية حاجة نبهلها صراحة الطيبة الشعب السوداني يعتبر أن البطاقة ملكة للجميع بقم بديك هي البطاقة صراحة هي ملكة للشخص المعن زي ما قلت هو معون كبير يشترك فيه عدد كبير من المشتركين الماء يمرض يشيل البمرض بفكرة عامة فتشيل البطاقة سينتهي سقفها ستفجد الخدمة فهو لا يستطيع استمتاع بها لأمد طويل سنة كاملة مشاكل ممكن تحصل كثيرة وممكن تحتاج له احتياج حقيقي ما تلقى بعد ذلك الناس تقعد تشوف المخارج في الأساس حافظ عليها دائم كم ينسو الاستخدام الشائع جدا عندكم بس أنا ما دار أقول أبي يسودي لأكيد دار أغلب هو الكلام جميل جدا بعدين أثناء ما أنت بتتكلم حضرتك وإستخدامك لعباراتك الجميلة دي أنا دي شعرت أنه إحنا زي قاعدين في الأسرة ومتد بيت كبير والله العظيم بعدين يعني أسي الليلة معاكم ناس اليوم سنين موجودين معاكم عملاء ولا أملكم فبالتالي سنة عن سنة بيكون في مشروعات وثائق جديدة فهي شنو ممكن تكون دكتورة الجديد لدى الشركة التكافلية طيب الشركة التكافلية دائما يعني بتبحث عن الجديد وبيتفتش ففي مجال مثلا التكافل عندنا في التكافل في وسائق هي أجيزة من الهيئة الرقابة الشرعية وبعضها يعني منها يعني الوسيقة بتاعت عندنا وسائق أيواء المهنة الطبية اللي هي يعني حماية المهنة الطبية والرياضية برضو الوسيقة الرياضية والتعليم وسيقة التكافل التعليم اللي هو دي يعني تعليم الأبناء كده ممكن برضو تعمل لها وسيقه في مشاريع إحنا يعني بدأنا نفكر في أنه نستثمر في المجال تأمين الطبي على ونوفر للمشترك برضو بعد يعني العنة اللي بيلقاه في أنه يلقى الدواء دي مشكلة يعني بدأنا نعمل وفعلاً عندنا صيدلية تم إنشاءة والآن بتصرف الأدوية اللي هي في طبعاً دي تبع الاستثمار استثمار الشركة ونويني يعني تبقى سلسلة بتاعة صيدليات ومراكز تشخيصية يعني مجموعة من الاستثمارات عشان دي برضو نفيد بيها المشترك يعني طيب شنو الأخطاء الشائعة اللي ممكن نحنا نتكلم عنها شنو الناس إنو ياخدوا بالهم يعني خاصة اللي هم عملاء الشركة والله إذا ما أسلفت إنو الاستعمال الخاطئ للبطاقة في التأمين الطبي احتمال التكافل يكون يعني ما في مجال لخطأ يعني إلا بعد ما تثبت الحاجة من الطبيب بيختام وهنا بيستحقها التعويض لكن في التأمين الطبي في مجال استعمال الخاطئ للبطاقة ممكن يفقلك الخدمة وممكن يأثر في الماعوم بشكل عام فدل الأخطاء الشائعة يعني صراحة زي دائر أضيف لكلام مشروعات في الحتة بتاعت المشروعات صراحة زي دائر أمالنا تزن الجبال الرزانة يعني حابين أو الطموحين في أنه لماذا نحن نخلق شراكات ذكية أنا دائر أنا دائمًا أقول الخروج من المشاكل الاقتصادية العظيمة ما يأتي بالفعل ويأتي بالأفكار الزكية دائمًا لأنني ما يكون عندي شراكات زكية سواء كان مع مستشفيات سواء كان برر وفي الأساس عندي علاقات برر وقبل نسيت أقول أنه تأميننا ده بيمتد من السودان للخارج يعني عندنا عندنا شغل بتاع علاج بالخارج وزن الوسيغة صحيح في تركيا وفي في الغاهرة وفي الهند الهند أهم المستشفيات للهناك طبعا أنا ما متذكر في حادثة قبل سنتين لما نعم كنت موجود ويعني والله شهادتي مجروحة في شركة تكافلية وفي أستاذ عبد الرؤوف يعني حتى تعاملوا مع الشخص المريض الجاء من خلال ناحنا أو من خلاله بشكل خاص للشركة التكافلية وتقريبا الهند صح كانت سفرية للهند أيوة واجب علينا فأقول إنه من خلال علاقات ده ممكن استثمر داخل البلد ممكن داخل البلد ذاته في مستشفيات نخلق معاي شراكات ومنفتحين أنا دائما أقول كان في لقاء قبل فترة ما بعيدة كان بأخونا المدير العام لمستشفى المعلم فقلنا نحن منفتحين أي شراكات بتمشي العمل الطبي والعمل التأميني نحن حاضرين تماما وعندنا الخبرة التي تجعلنا نطلع أفكار محترمة وزكية إن شاء الله عموما وجودكم جميل كالمحتاد في المجتمع والمسؤولية المجتمعية والأهم إشعار الشخص الآخر أنه مشاغلك محلولة ما في أي مشكلة إن شاء الله في التعامل مع الشركة الشركة التكافلية للتأمين أنا بشكر دكتور هالة زينة العبدين محمد مدير الخدمات الطبية بالشركة وأستاذ عبد الرؤوف أحمد عبد الرؤوف مدير خدمات المشتركين بالشركة التكافلية إن شاء الله دائما الازدهار والتقدم بكتر خيرك إن شاء الله مجهدين أن نلتقي بهذا الفاصل